يدخل ملف اللاجئين السوريين في لبنان منحا جديدا مع إعلان أوروبي مرتقب عن خطة لدعم لبنان على تحمل الكلفة مصدر أكد للحدث أن مؤتمرا سيعقد في بريكسل في 27 و28 من الشهر الجاري سيخصص لتقديم مساعدات مهمة للبنان أبرزها للجيش اللبناني وللاجئين السوريين وخلال لقاء مع وفد أوروبي دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب مقاتي الاتحاد الأوروبي ليغير سياسته فيما يتعلق بمساعدة النازحين السوريين في لبنان وأن تكون المساعدة موجهة لتحقيق عودتهم إلى بلادهم مقاتي سمع أن استقرار لبنان وأمنه هما أولوية أوروبية من خلال رزمة من التدبير الداعمة والدائمة الوفد الأوروبي أكد أن الاتحاد الأوروبي يعي جيدا حجم الصعوبات التي يواجهها لبنان كما عبر عن التزام بمواصلة دعم اللاجئين السوريين والتصميم على مكافحة شبكات تهريب البشر ونقل الوفد الأوروبي للمسؤولين في لبنان التزام الاتحاد بدعم لبنان في الأمد القريب والبعيد والاستعداد لزيادة دعم الجيش من أجل تعزيز استقرار لبنان ترجمة نانسي قنقر